خلينا نقول إن إحنا الوضع اللي إحنا فيه بتظهر بعض الأشياء اللي ممكن ما تكونش أحسن حاجة في حياتنا وساعتها بيظهر جليس سوق الجليس السوق ده بيوجعنا قوي والجليس السوق ده ممكن يخلي ناس تتألم على المستوى العام مش على المستوى الخاص بس في الأوقات اللي إحنا فيها دي بيظهر صفة عند بعض الناس ما بتكونش أحسن حاجة وخاصة أن التجار ويسفة احتكار السلع في أوقات الأزمات اللي بنعيشها وبيعيشها العالم كله بقينا نلاحظ بكثرة ممكن ما يخطئهاش أي إنسان نلاحظ في مجتمعنا إن إحنا فيه كتير من الناس بتستغل الأزمات بتاعتنا وعايزة تتربح على أوجعنا أه لازم أقول كده عايزة تتربح بأوجعنا وهيزة تاجر بالأزمة والتاجر بيه كمان باحتياجاتنا فيبدأ بعض التجار يخزنوا السلع ويخبوها علشان سعرها يغلى وهو بدل ما يبقى بكذا يبقى تمنه بيتضاعف عشرات الأضعاف أو أربع أضعاف أو خمس أضعاف وكل ده يزيد من تعبنا ويزيد من قلقنا وعلى فكرة اللي بيحتكر ده وبيرتكب الجريمة دي هي جريمة وكبيرة لاتنين جريمة وكبيرة لأنه بيرتكب ثلاث زنوب أول حاجة الاحتكار وتاني حاجة استغلال حاجة الناس ثالث حاجة إنه بيصعب على الناس عشتهم فبيشق على الناس وكل زنبي من دول الكفين بأنه يمحق البركة وياخد معاه الفلوس وياخد معاه الراحة ولذلك حياة التاجر اللي بيعمل كده بتبقى دنك وكمان اللي بيعمل كده يستحق أقاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بشروا أنا بقول بشروا زي ما القرآن بيستخدم إنهم فبشرهم بعذاب القليم يقول لك فبشروا بإيه بقى بالإفلاس في الدنيا لأن حضرت النبي قال من احترق على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس بس المقصود بس بالجذام بس أمرات خطيرة وكمان المال كله يروح على فكرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم حضرت النبي وما أرسلناك الرحمة للعالمين يقول عن المحتكر كده إنه هو ملعون طبعا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول عشان إنه هو بيستغل حاجة الناس فهو المحتكر ملعون حضرت النبي يقول كده وكمان هو بيدخل في الناهي الوارد في القرآن الكريم يا أيها الذين أمانوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم طب لا ده مش تجارة عن تراض منه هو إيه اللي بيحصل الشخص اللي بيحتكر ده بيعمل إيه؟ بيتلعب بأقوات الناس ويتلعب بأقوات الناس يعني بيعمل إيه؟ بيعرض حياتهم للخطر بيعرض حياتهم للخطر مش بس بيعرض حياتهم للخطر بيعرضهم كمان لفقد الأمان أن الناس تحس أن الحياة ضاقت واللي بيضايق حياة الناس بيضايق كمان حياته هو شخصيا ابتداء ولازم نعرف أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلو ما له مرئ مسلم إلا بيطبي نفس فهو لو كان بيأخذ أموال الناس دي بغير طبي النفس فكل واحد بيدعي على ذلك المحتكر حياته بتزداد سوءا علشان كده بنقول أن الجليس ده تقريبا تعبنا كلنا وبنشتكي منه كلنا في الأيام دي وللأسف موجود عندنا عند كتير من التجار وفي الوقت الحالي ده وإحنا بنعيش خطورة كبيرة جدا جدا وهو ده نوع من أنواع كمان الغش فالغش ده بيغش مش لازم لغش واحد بس يغش الناس بس في إيه في السلعة إنه هو يحط نوع رضي مكان نوع جيد لكن كمان أسوأ أنواع الغش إن انت تغش في التمن كمان وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الغشانة فليس منه ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ده بيّن إن ده عشان الأزية اللي بتعود على الناس لما ياخدوا سلعة فاسدة أو سلعة غير جيدة وهم بيفتكروا إن هم ياخدوا سلعة جيدة على فكرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع كل الأشياء اللي بتعمل الترفي السوق بشدة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن الأزى العام أسوأ وأضل من الأزى الخاص وعشان كده لازم نعرف إن الاحتكار والغش في السلعة ده باب من أبواب ظلم المسلم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الإنسان ما ينفعش يظلم أخوه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف بقى الحديث ده ونقف عنده شوية المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه هو بيسلمه للجوع بيسلمه للتعري بيسلمه للبرد القارس بيسلمه لحياة الضنك بيسلمه لإن الناس تزداد سخط وكراهية وضيق ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا من كان معه فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعود على من لا زاد له يجي صاحبنا ويحتكر السلع ويضيق على الناس ويوصلهم إن الناس تتوجع ووجعهم ده يوصل لحد إن هم يحسوا بإن الحياة ما بلاش طعم بلاش معنا وذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دايما يحذر أن تبجار بحديثه تحذير شديد من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعدوا بعظم من النار يوم القيام يعني إيه؟ يعني أن يزلوا منزلة من أسوأ المنازل في النار يوم القيام هذا معنى كده إن إيه؟ إن هو عمل جرم كبير ولذلك كل داجر لازم يكون عنده إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتاجر الأمين الصدوق فقال الله رحمة عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى فلازم نفهم حاجة مهمة جدا جدا في الاحتكار ده ترجمة نانسي قنقر